يعني رقم واحد النبي كان يكثر من الصيام في شعبان ليه يا سيدنا النبي اللهم صلي عليه الصحابة لحظوا الأمر ده يعزموا عليه بحاجة ولم لأدن الصيب فكان يكثر من الصيام في شعبان فحينما سئل عن ذلك قال ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فعلينا جميعا أن ننتبه لهذه المعلومة أنتم متخيلين حضرتكم أنه ذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله خدوا بالكم أنه فيه رفع للأعمال يومي وفيه رفع أسبوعي وفيه رفع سنوي يعني يوميا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه تتعاقبون فيكم ملائكة بالليل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يعني إيه الكلام ده عند صلاة الصبح وصلاة العصر الملائكة بتغير ورديات علينا بتعمل شفتات علينا في ملائكة بتيجي تستلم في صلاة العصر ويتنهم معانا لحد صلاة الصبح تن يوم وبعدين تنزل ملائكة تستلم من الصبح والملائكة اللي كانوا بيتيق معانا يطلعوا والملائكة اللي تستلم من الصبح لحد العصر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار النبي قال كده الله ما صلي عليه عشان كده النبي قال من صلى البردين دخل الجنة إيه البردين دول اللي هي صلاة الصبح وصلاة العصر لإنه باختصار شديد الملائكة وهي طلعة وهي نازلة حتشوفك يعني الملائكة اللي بتسلم الصبح وبتطلع الربنا يقول لهم بقى على ما تركتم عبادي يقولوا يا رب احنا جناهم أتيناهم وهم يصلون كان صلاة العصر وتركناهم وهم يصلون كان صلاة الصبح شفت ازاي طيب وفي الأعمال بترفع احنا رفع يومي بترفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وفي رفع أسبوعي يوم الخميس وفي رفع سنوي الأعمال كلها في السنة بقى ترفع لرب العالمين اللي هو بيبقى فيهين يا حضرات بيبقى في شهر شعبان شوف بقى دلوقتي انت حالك إيه وأعمالك هترفع كيف لرب العالمين يعني احنا في شهر شعبان دلوقتي قبل أن نستخبل رمضان أعمالنا بترفع إلى رب العالمين يا طرعيزها تترفع وانت مخاصم أخوك وانت عامل مشكلة مع زوجتك وانت مزعل والدتك وانت الموظفين اللي عندك حاسين أنهم مش واخدين حقوقهم يعني كيف ترفع الأعمال لرب العالمين أعمالك وكيف تحب يكون شكلها شكل أعمالك إيه دي أول نقطة يا حضرات لابد أن ننتبه إليها في شهر إيه ها شعبان يبقى رقم واحد في شهر شعبان النبي علمنا أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله فالنبي كان بيكثر من الصيام بيقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم يعني تبقى أعملت الصالحات كلها وأبقى صايم وترفع الأعمال إلى الله ده رقم واحد ده رقم اتنين في شهر شعبان ليلة اللي هي ليلة النصف من شعبان إيه مالها بقى ليلة النصف من شعبان دي يغفر الله لجميع خلقه ليلة النصف من شعبان كل الخلق ربنا بيغفر لهم إلا نوعين اتنين يا حضرات ربنا بيغفر لهمش مين اللي قال كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاب المعلومة دي منين أكيد من ربنا يعني النبي وما ينطقه عن الهوى النبي ما بينطقش بهواه إن هو إلا وحي يوحى فليلة النصف من شعبان ربنا بيغفر لجميع خلقه النبي قال كده اللهم ما صلي عليه إلا اتنين المشرك ومن تاني والمشاحن الشخص اللي هو المشرك قرص عارفينه اللي بيعبد مع الله إلها آخر والعاذ بالله وربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به الدنيا واضحة طيب والمشاحن اللي بيخاصم اللي مزع على الناس والناس مزع عليه عارف أنت حتى في الحديث لما الأعمال بترفع يوم الخميس ترفع أعمال المشاحن من كانت بينه وبين أخيه شحناء خصام يعني فربنا يقول للملائكة أنظر هذين حتى يصطلحا ما يقولون لا 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 ما تقبلش عملهم يا رب ده لسه عامل عمره والإنبالح لا 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 أجلوا ده لسه صايم الاتنين الاتنين اللي فات لا 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 أجلوا ليه حتى يصطلحا ده لسه النهاردة الصبح عامل صدقة لا 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 ما تقبلوهاش أنظر هذين حتى يصطلحا سيدنا النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام يبقى شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله شهر شعبان فيه ليلة يغفر الله فيها لجميع خلقه إلا المشرك والمشاحن والليلة دي حضرت هي ليلة النصف من شعبان اللي هي يبقى ليلة النصف من شعبان اللي هي يوم أربعتاشر شعبان يوم أربعتاشر شعبان بعد غروب الشمس يعني من أذان المغرب يوم أربعتاشر شعبان لما المغرب يأذن انت كده دخلت في ليلة النصف من شعبان طيب رقم ثلاثة لو تلاحظوا حضراتكم احنا ليه بنقول أن شهر شعبان له طابع خاص عند رسول الله عليه الصلاة والسلام اي نبي كان بيحب شهر شعبان ليه لأنه ربنا أرضى فيه سيدنا النبي في مقامه ايه في مقامه في قدره مش ربنا قال النبي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ربنا رفع ذكر النبي وما كانت النبي كبير أوي ربنا بقول لنا في صورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروه توقير النبي ربنا قال من يطع الرسولة فقد أطاع الله شفتوا ربنا قال والله ورسوله أحقوا أن يرضوه احنا بنقول لربنا صراط الذين أنعمت عليهم المنعم ربنا شف أنعمت شف كلمة أنعمت ربنا عطى الكلمة دي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في صورة الأحزاب ربنا بقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ياه ربنا رؤوف ربنا رحيم اسمين دول خده من النبي محمد ربنا قال عن النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم ففي شهر شعبان يا حضرات ربنا أرضى سدنا النبي في مقامه